منشستر سيتي اللي فوجئ بعد اخسارة ارسنال قصاد نوتنجهام فورست ان هو مش محتاج اساسا ان هو يلعب المباراة قصاد فريق شلسي عشان يضمن رسميا فوزه بلقب الدور الانجليزي على العكس الموضوع كان خلصان ويمكن اكبر المستفيدين من الموضوع ده هو اكيد نادي منشستر سيتي قبل النهاء الاوروبي قصاد الانتر لان منشستر سيتي حيبقى عنده فرصة ان هو يريح اكبر قدر ممكن من العناصر واكبر قدر ممكن من اللعيبة وحيبقى عنده فرصة كويسة ان هو يجهز اللعيبة المعركتين قويتين جدا على مستوى الايام القادمة معركة اولى على مستوى نهائي كاسنجلترا قصاد فريق منشستر يونيتد ومعركة تانية قصاد الانتر في دورة ابطال اوروبا منشستر سيتي أكيد استحق اللقب منشستر سيتي أكيد استحق التتويج ويمكن الشيء اللي بيميز السيتي السنة دي هو أن المنافس اللي أصاده ما كانش بنفس القدرة على المثابرة لحد آخر لحظة زي ليفربول ليفربول بصراحة نفس فريق منشستر سيتي في 3 أو 4 سنين من الخمس سنين اللي فاتوا سنة قدر ليفربول أنه هو يفوز بالدوري سنة تانية شفنا ليفربول إزاي بينفس لحد آخر لحظة وبيخسر الدوري فرق نقطة والسنة اللي فاتت برضو ليفربول بينافس لحد اخر لحظة وبيخسر الدوري فرق نقطة اما ارسنال فريح منشستر سيتي بدري بدري وللأسف من قبل نهاية الموسم بتلت او اربع مباريات كان الموضوع انتهى تماما والسيتي ضمن على فوزه بالدوري اللقب الخامس لرياض محرس كاكتر اللعبين العرب والافارغة تحقيقا لبطولة الدوري الانجليزي على مدار تاريخه بخمس القاب متغاوزة الرقم دي 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 رقبة لقب مع فريق ليستر سيتي وهو الاغلى واربعة مع فريق منشستر سيتي كان مقدم فيهم كل الوان الابداع والامتاع والاقناع فمبروك لجماهير الستي الفوز باللقب المستحق